كل يوم بيشهد سوق الإلكترونيات والتليفونات المحمولة إصدارات جديدة وبتسيطر شركات زي أبل وسامسونج على الساحة العالمية للأسواق دي وبنشوف أشكال وأنواع من التليفونات الجديدة بإصدارات جديدة ومتطورة فشركة سامسونج من المفترض أنها هتكشف في الفترة اللي جاية عن تشكيلة هواتف جالكسي اس 20-22 واللي هتكون مصنوعة جزئيا من مادة جديدة أكثر استدامة وقالت الشركة أنها بدأت في استخدام البلاستيك المصنوع من شباك الصيد البالية في أحدث أجهزتها وأضافت الشركة أنها هتدمج المادة أولا في المنتجات اللي هتعلن عنها الأسبوع ده قبل ما تبدأ في نهاية المطاف في استخدامها في جميع أنحاء مجموعة أجهزتها بالكامل وبيجي ده ضمن خطة أوسع لشركة سامسونج اللي بتميل أفكارها للتخلص من المخلفات البلاستيكية اللي بيتم رميها في المحيطات زي الأزايز البلاستيكية وأكياس البقالة والبلاستيك الدقيق والشباكات المهملة اللي بيحاول علماء الأحياء البحرية مواجهتها والقضاء عليها ومن بين جميع المخلفات البلاستيكية اللي بتترمي في المحيطات تعتبر شباك الصيد الأديمة من أكبر الأخطار اللي بتواجه العلماء وده لأنه مع تأكلها فإنها بتصبح دقيقة جداً وبتمثل كارثة على الحياة البحرية وهو الأمر اللي وضعته سامسونج قدام عينيها في عملية تصنيع هواتفها الجديدة حجم الكارثة البيئية دي واللي بتسببها شباك الصيد تقدر بأكتر من 640 ألف طن بيتم التخلص منها كل سنة سامسونج ما كانتش الشركة الأولى اللي تدمج المخلفات المعاد تدويرها في أجهزتها فالسنة اللي فاتت أعلنت مايكروسوفت عن ماوس لأجهزة الكمبيوتر مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 20% وسجلت سامسونج بهواتفها الزكية الجديدة جالاكسي زد فولد 3 وجالاكسي زد فليب 3 رقم قياسي في اليوم الأول للتشغيل المسبق وكمان طلقت سامسونج الطلبات المسبقة للهاتفين دول في أواخر 2021 وحصل كل اللي تقدموا بالطلبات المسبقة على طلباتهم قبل 3 أيام من إطلاق الهواتف رسمياً في الأسواق وقالت سامسونج وقتها أن عدد الطلبات المسبقة بلغ حوالي 920 ألف وحدة متفوقين بكتير على جالاكسي نوت 20 وجالاكسي S21 وده وفقاً لوكالة الأنباء الكورية يونهاب وكانت سامسونج خفضت أسعار هواتفها الجديدة من سلسلة جالاكسي زي لـ 340 دولار مقارنة بالهواتف السابقة حتى تتمكن من الترويج للهواتف القابلة للطي وكمان تم بيع هاتف زي فولد 3 وهو أول هاتف قابل للطي من سامسونج وبيدعم خاصية الألم بكاميرا أسفل الشاشة بـ 1.99 مليون ون أما هاتف زي فليب 3 اللي بتبلغ شاشته الخارجية أكبر أربع مرات من النسخة الأخيرة بسعر 1.4 مليون ون وبدأ كمان بتلقي الطلبات المسبقة لشراء ساعة جالاكسي واتش فور الذكية الجديدة وسماعات الأذن اللاسلكية جالاكسي بوتز 2 أواخر سنة 2021 وهتقدم سامسونج مزايا مختلفة هتشمل خدمات العناية بالأجهزة واكسسوارات مجانية وهدايا لمن يقدمون طلبات مسبقة لشراء الأجهزة كمان أطلقت الشركة برنامج خاص لتبديل الهواتف الأديمة بهواتف جالاكسي زي